قالت الإذاعة الإسرائيلية إن الكنيسة الإسرائيلية سيصوت اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون تمديد للمدة خدمة الاحتياط في الجيش وصادقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح قانون تمديد الخدمة الاحتياطية في الجيش ليعرض اليوم أهل البرلمان للمصادقة عليها ومن المتوقع أن يتم تصديق على مقترح القانون بالقراءة الأولى وفي حال تم ذلك سيحتاج لقراءتين إضافيتين ليصبح نافذا ويتضمن مقترح القانون أن يخدم جنود الاحتياط في إسرائيل حتى سن 41 عاما وضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما